قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أودع رجل عند عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه ألف ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه والأوقية من الذهب في معظم الدول العربية تعادل 31 جرام من الذهب يعني ما يعادل أكثر من 68 كيلو جرام من الذهب وأودع رجل آخر عند فنحاص ابن عازوراء وهو من أحبار اليهود دينارا فخانة والدينار الذهب عملة مشهورة بين العرب وكان يعادل أربع وربع جرام من الذهب فأنزل الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين ومنهم سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على الكثير والنفيس من المال يؤده إليك عند طلبه كاملا غير منقوص وذاك من إنصاف الكرآن فبدأ بالأمين قبل الخائن ومنهم الخائن من إن تأمنه على دينار واحد وعلى القليل والحقير من حطام الدنيا يستحله ويشحده ولا يؤده إليك قال مالك ابن دينار إنما سميت دينار لأنه دين ونار وأنه من أخذه بحقه فهو دينه ومن أخذه بغير حقه فله النار إلا إذا بذلت مع الخائن غاية الجهد في مطالبته بكل الوسائد الممكنة عملا بالمثل القائل لا يضيع حق وراءه مطالب وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلون أموال العرب بالباطل ويقولون ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج لأن الله أحلها لنا والمراد بالأميين العرب لأن أغلبهم كان لا يقرأ ولا يكتب واليهود يزعمون أن كتابهم يحل لهم قتل من خالفهم كما يحل لهم أخذ ماله بأي وسيلة وهذا كذب على الله يقولونه بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون ولكي نعلم الفرق بين المسلمين واليهود نختم بهذه القصة سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه قال ابن عباس فتقولون ماذا قال نقول ليس علينا بذلك بأس فقال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة